اشتركوا في القناة الآن ما في ثلوج إنما الأجواء اللي بتسود خلال هذا الأسبوع هي أجواء باردة بشكل لافت يعني أجواء الحرارة بتكون بحدود تتراوح ما بين 10 إلى 13 درجة يعني ما حول المعدل إلى أقل من المعدل بقليل بدناش ننسى أنه معدل درجات الحرارة العظمى في عمان بحدود 13 يعني أكثر شي ممكن توصل يوم الاثنين بحدود 12-13 درجة مئوية ويوم الاثنين في شوية أمطار متوقع حالة مطارية خفيفة خاصة في شمال المملكة لفترة محدودة بعد عصر يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين في أقصى المناطق الشمالية قد تمتد لبعض المناطق الوسطى بس تلوج ما فيه؟ يعني كميات أمطار قليلة ومحدودة في أماكن محدودة وفترة محدودة أيضا لكن تلوج ما فيه يوم الاثنين الثلاثة أيضا ما فيش أمطار الأحد غدا بكرة ما فيش أمطار الأجواء تقريبا مشمسة يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لكن الاحتمال مطر القليل ولفترة محدودة وأيضا مكان محدود اللي هو في شمال المملكة يوم الاثنين مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثة ما فيه أمطار أربعة خميس الخميس ممكن أيضا بلش فيه حالة مطرية خميس جمعة وسبب لكن ما فيه ثلوج فيه أمطار بإذن الله طالما سنحدد في الحالة المطرية غزيرة كما شهدناها أم حالة مطرية عادية لا حالة مطرية عادية وليست غزيرة هذه من الحالات القوية والاستثنائية اللي حدثت وكان منخفض الجو بطيء الحركة أيضا كتلة هوائية باردة ورطبة عبر البحر وقادمة عبر البحر الأبد المتوسط مشبعة بالرطوبة فأعطتنا كميات أمطار ممتازة وكان قبلها فيه ارتفاع كبير على درجات الحرارة مما زاد من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي كاثف الغيوم وعطانا كميات غيوم ممتازة وكثيفة أعطتنا كميات أمطار ممتازة والحمد لله وسدت النقص والعجز اللي كان حاصل لأنه من بداية العام لحد الآن أو من بداية الموسم المطري لحد الآن كانت كميات الأمطار قليلة جدا لكن هذا المنخفض الجوي عوض كثير من كميات الأمطار ورفع النسب بشكل واضح وأيضا رفض المخزون المائي بشكل ممتاز وحتى السدود بشكل ممتاز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة